ماذا تعني لك هذه الحادثة ونتذكر سوياً هذه القصة عندما بدأت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فمؤتمر وثيقة مكة المكرمة يمثل تحولاً نوعياً في المؤتمرات الإسلامية العلمائية والفكرية هذا المؤتمر يمثل في الحقيقة علامة فارقة في وحدة كلمة علماء الأمة الإسلامية ومفكريها وذلك في القضايا العامة التي هي في غاية الأهمية والإلحاح هذا المؤتمر تميز بعدة أمور أولاً إصدار هذه الوثيقة التي هي الأولى من نوعها في التاريخ الإسلامي وذلك طبعاً من حيث المادة والحضور كما تعتبر هذه الوثيقة الوثيقة الثانية في تاريخ الوثائق الإسلامية بعد وثيقة المدينة المنورة ولهذا جاء في مقدمة وثيقة مكة المكرمة أنها امتداد لوثيقة المدينة المنورة التي سميت بدستور المدينة وهي التي في الواقع رسخت مبدأ الإخاء الإنساني مبدأ الإخاء الإنساني دكتور مبدأ مهم وسبق له الإسلام ولكن وضح لنا هذا المعنى تحديداً نعم إذا تحدثنا عن هذا المبدأ وهو الإخاء الإنساني فإن أول من رسخه وثائقياً مع الغير هو سيدنا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال وثيقة المدينة المنورة أو دستور المدينة المنورة كان ذلك مع التنوع الديني والإثني في المدينة وقت إث تميز مؤتمر الحقيقة وثيقة مكة المكرمة بحضور الطيف الإسلامي كافة ليبرهن عن الأخوة الإسلامية كما برهنت وثيقة المدينة المنورة عن الإخاء الإنساني وهذا التنوع الإسلامي كان لافتاً الحقيقة حضر سبعة وعشرون مذهباً وطائفاً أتوا من مائة وتسع وتلاثين دولة وكان عدد الحضور يتجاوز الألف ومائتي مفت وعالم وأربعة آلاف وخمسمائة مفكر إسلامي الحقيقة صار هناك مشهد مهيب وغير مسبوق بالنوعه في التاريخ الإسلامي فضلاً عن التاريخ الإسلامي المعاصر وأنا أقول من نوعه